مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم دكتور محمد علي رامزي زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية زميل مركز دكتور كينيس رايت لعلاج الحاول للكبار والصغار ولطب عيون الأطفال بلوس أنجلوس كاليفورنيا استشاري مشارك في قسم الحاول وطب عيون الأطفال بمستشفيات ومراكز مغربي للعيون والنهاردة أكلمكم عن الحاول الحاول بأنواع مختلفة وطرق علاجه المختلفة الحاول أكثر من نوع في بعض الأنواع بتبقى نتيجة عامل وراسي بعض الأنواع بتيجي نتيجة كسل في العين أو خلل في النظام الحركي لعضلات العين عند الطفل نتيجة مشاكل في عضلات العين أو نتيجة مشاكل مركزية في الأعصاب المصيرة لعضلات العين أو في الجهاز العصبي والمخ المسؤول عن تنظيم حركة عضلات العين بشكل فيه تناسق وتكامل ما بين عضلات العين لتحقيق الرؤية السليمة في الاتجاهات المختلفة بعض أنواع الحاول بتبقى حاول نتيجة حاول شللي نتيجة الشلل في بعض الأعصاب المصيرة للعين بعض أنواع الحاول الأخرى بتبقى نتيجة بعض المتلازمات اللي بتؤثر على عضلات العين بعض أنواع الحاول بتبقى نتيجة ضعف شديد أو طول نظر شديد في مصاحب للنظر أو نتيجة عدم توازن ما بين النظر ما بين العين اليمنى والعين اليسرى مما يؤدي إلى حدوث حاول بعض أنواع الحاول بتبقى نتيجة ضعف شديد بسبب وجود مياه بيضاء أو بسبب وجود اعتمات على قرانية العين بتعيق نظر الطفل وتؤدي إلى حدوث وظهور الحاول عند الأطفال العامل الوراسي قلنا عامل مهم جدا حاول أنواع كثيرة جدا من حاول أنسي حاول وحشي حاول متقطع حاول دائم حاول متبادل حاول في عين واحدة حاول بتبادل في العينين الاثنين أنواع الحاول متعددة وكثيرة وتحتاج إلى طبيب متخصص للتشخيص السليم والعلاج السليم لأن أنواع الحاول دائما مش كلها نفس التشخيص ومش كلها نفس العلاج والتفرقة ما بينهم بتحتاج إلى الطبيب الماهر وإلى الإمكانيات المتقدمة للوصول للتشخيص السليم والعلاج المبكر سواء العلاج الجراحي اللي هنا بنفخر في المستشفيات المغربي إن عندنا فيه أحدث الأجهزة وأحدث الألات أو العلاج الغير جراحي في بعض الحالات الأخرى مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة